اشتركوا في القناة 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 يعني هنا بيقول لك علي قال لي اني ما استخدمش تليفون طيب هحلها ازاي دي خلينا متفقين يا شباب ان احنا سد في الامبراتف هنحولها لتولد فهتبقى علي تولد مي وفي الجملة الامبراتف المنفية هنحول هنشيل دوند دي خالص ونحط مكانها not to نحط مكانها not to فهتبقى علي told me not to use his phone يبقى انا هنا عملت ايه انا شلت موي وحطيت ايه his وطيرت علامات الايه للتركيم ودوند حولتها لي not to يبقى احنا كده شباب لما بنيجي نحول الكلام الغير مباشر لو الجملة عندك امرية مزبتة بدقالك بفعلة في المصدر بتحط فيها to وبتحول said لتولد طيب لو امرية منفية بدقالك بدوند يبقى هتحط مكان to هتزود عليها not to وبرضو said هتحولها لتولد وتخلي بالك من تحويل الدمائر في الجملة تعالوا نشوف الجملة ديت ونحلها كده مع بعض الجملة عندك بتقولك study your lessons وبيقول لي هنا عايزني احط ابدأ الجملة بيها علي told جاسر يبقى انا هقول ايه بالضبط هقول علي told جاسر to story his lesson انه يذاكر ايه دروسه يبقى انا خدت told زي ما هو مدهاني هنا مسهلها علي وزودت ايه شباب to وخدت الجملة story نزلت بيها زي ما هي وحولت your lessons لايه له his lessons طيب تعالوا نشوف بعد كده الجملة كمان نحلها مع بعض الجملة عندي بتقول لي سنة تانية don't waste your time ايا said my father عايزني هنا طبعا هنحولها طيب هنا الجملة بتقول don't waste your time ايا يعني ما تضيعيش وقتك يا ايا يبقى انا هحلها ازاي سنة تانية بالزبط هبدأ اول حاجة بايه باخر اسم الدهوني اللي هو ايه my father وبعد كده حول said لايه بالزبط ل told وبعد كده هقول ايا هنزل ايا بالزبط وهشيل مين هشيل علامات الترقيم وهشيل كمان كلمة ايه don't فهتبقى my father told ايا not to وبعد تو هحط الجملة بتاعتي زي ما هي لا ده هغير فيها الايه الدمائر فهتبقى my father told ايا not to waste your time تنزل زي ما هي ولا هغيرها بالزبط هتتغير فهتبقى my father told ايا not to waste her time انها ما تضيعش ايه وقتها وبكده سنة تانية يكون خلصنا الجزء المخصص النهاردة اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة